أحبتي إن ما حصل والذي صار حديث العالم بأسره عن الوباء الذي يشكل خطرا على الناس ويهدد حياتهم وتكلم من تكلم بكلام ثمين وعبر عن رأي سديد من أطباء مختصين بذلوا جهدا في مجال اختصاصهم ومن علماء شرعيين أخذوا من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم ومن أحداث التاريخ الإسلامي المجيد ارتأوا أن يكون حضر تجوال أجمعت عليه علماء الأمة علماء المسلمين في العالم وعلماء بلاد الشام وعلماء الأزهر اتفقوا جميعا على أن يكون حضر التجوال أمر مهم ضروري يعني تعتبر فتوى شرعية الذي لا يلتزم بها خرج عن الانضباط الشرعي الديني أن نأخذ حضرنا درهم وقاية خير من قنطار علاج التوقي أمر مطلوب أمر يأمرنا به ديننا الحنيف وإذا كان ديننا يأمرنا بذلك وأجمعت علماء الأمة على هذا الأمر فكيف يجب علينا أن نعمل نعم أن نعمل نأخذ بكل الإرشادات الصحية وبالتعاليم الصحية لأن ديننا يأمر بذلك فما على العاقل إلا أن يلتزم بالتعاليم التي لا تجعلنا ندخل في وباء ندخل في أزمة في شدة ندخل في ما نحن بغينا عنه ونشكر كل من يعمل ويساهم في حضر التجوال من أجل الحفاظ على النفس وعلى الأمة وعلى المجتمعات حتى لا تقع فيما وقعت فيه كثير من دول العالم وهي مع قوتها تقف عاجزة عن علاج ذلك إذا كنا نحن على أبواب شهر رمضان فكذلك لا أستطيع أن أقتصر على ما تحدثت عنه وإنما نستقبل شهرنا بدعائنا بدعواتنا بالتجاءاتنا شهر الرحمة شهر المغفرة ونسأل ربنا عز وجل في هذه الأيام القادمة الأيام الفضيلة أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء ويحفظ العباد والبلاد اللهم يا ربنا كما أخرجتنا من بين الصلب والترائب فأخرجنا من بين الكرب والمصائب أحث بخصوصية بخصوصية لإخواننا الأغنياء أن ينظروا في هذه الأيام الضيقة الصعبة أن يرحموا من حولهم أن يتعاونوا مع الآخرين هناك تجار فعلا فعلوا واجبات كثيرة يشكرون عليها ونحض الآخرين أن لا يقصر أحد في هذا المجال تعليق الجمعة والجماعة ولكن إذا حصلت رخصة في ذلك على الناس أن يخففوا صلاتهم وأن لا يزدحموا في مساجدهم وأن تكون مسافات متباعدة بين المصلي والمصلي إذا سمح بذلك حسن نرقب الفتوى تجوز في المنزل وتجوز في المسجد وتجوز في كل مكان وتجوز منفردين وتجوز جماعات تسان فيها الجماعة ولكن تصح فرادة ترجمة نانسي قنقر